مدار الأخبار في دقيقة ونصف أهلا بكم ربط وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبدالطيف ميراوي أسباب تعثر إدماج الطلب العائدين من أوكرانيا في الجامعات المغربية بالقدرة الاستعابية للكليات الوطنية خصوصا أن عدد الطلب العائدين من أوكرانيا والمسجلين بالمنصة الرقمية التي أحدثتها الوزارة بلغ إلى غاية الخامس والعشرين من أبريل الجاري أكثر من سبعة ألاف ومئتي طالب خمسة وسبعين في المئة منهم ينتمون إلى شعب الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى جانب إشكالية اللغة المعتمدة في تدريس ومن أجل استشراف الحلول الممكنة لمعالجة هذه الوضعية أكد أن الوزارة عقدت لقاءات مكثفة مع عمداء الكليات الوطنية ومن جهات أخرى كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبدالطيف مراوي أنه تم الاتفاق على إمكانية إدماج الطلب العائدين من أوكرانيا بالجامعات الرومانية لسنة أولى وسنة ثانية دون أي صعوبات مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا من طرف الوزارة الوصية برومانيا عن عدد الطلب المغاربة الذين تمكنوا من التشجيل بمؤسسات التعليم العالي بهذا البلد مضيفا أن سفارة هنغاريا وافقت على إمكانية استقبال ما يناهز ألف طالب مغربي لاستكمال دراستهم بهذا البلد مؤكدا أنه سيكون في وسع الطلب الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي برومانيا وهنغاريا إجراء امتحانات الولوج انطلاقا من المغرب دون الحاجة إلى التنقل إلى هذين البلدين وخفر السواحل الإسباني يعثر على جثة مهاجر وفقدان 24 آخرين على إثر غرق قاربهم قبالة سواحل جزر الكناري خلال محاولتهم الوصول إليها انطلاقا من سواحل الصحراء المغربية الحكومة توافق على 311 تعديلا برلمادية لتجويد قانون التحكيم والوسطة وابو صوف يصرح أن زياج ما زال يريد حمل قميس المنتخب المغربي للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع الجريدة إلى اللقاء